أنت ذكرت من خلال حديثك العهد القديم والعهد الجديد نحن نعرف أن العهد القديم التجديد كل حول أو بدور حول النموس الأدبة اللي هي الوصايا العشر وهل ها الوصايا العشر هي تعتبر زي اعتماد أو أساس للأخلاقيات سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد؟ بس يا خنزار الوصايا عاش جزء من الشريعة المسوية وديه في سفر الخروجة ساحة عشرين الشريعة المسوية كانت عبارة عن قوانين أخلاقية وقوانين مدنية وقوانين تقصية وتشريعية فالقانون التقصي والتشريعي ده كان قاصر على شعب الله لكن القانون الأخلاقي اللي هو معلن في كلمة الله في العهد القديم في الشريعة المسوية ده ممتد إلى يومنا النهاردة وده أساسا مبني على حقوق الإنسان خلينا نقول بالتعبير أو حتى الغرب يعني الغرب بيعتمد على حاجة ما تسمى جوديو كريسشن أثيكس أيوة الأخلاقيات اليهودية المسحية ده الركائز الركائز من الكتاب المقدس بس صحيح عشان كده بيقول يعني حقوق الإنسان يعني أنا عندي حق في الحياة وعندي حق في أني أعيش بحرية لكن حريتي تقف عند حدود حريتك أنت فمهم جدا يكون فيه سلم وتعايش عشان كده القانون الأخلاقي في الشريعة المسوية بيتكلم على هذه الأمور بكل استفادة طبعا الوصايا العشر الوصايا العشر فيه مجملها بتدرب طبعا احنا كلنا عارفين أنه الوحي تدريجي فيعني تدريجي يعني أنه بيعلن شيء باختصار دلوقتي لكن بعد كده الرب أعلنه بأكثر وضوح بأكثر وضوح وهكذا فالشريعة المسوية اللي هي متمثلة دلوقتي في الوصايا العشر هناك وصايا تختص بعلاقة الإنسان بالرب الإله وعلاقة الإنسان بأخوه الإنسان عشان كده الوصايا العشر كقانون أخلاقي مستمر لغاية النهاردة ونفس الوصايا اللي هو المثاق عهد بين الله وبين شعبه هذا المثاق مستمر إلى هذا اليوم طبعا هنتكلم عن عهد جديد وعن تطور لهذا المثاق بس كقانون أخلاقي يمثل الركيزة الأساسية للأخلاقيات المسيحية اشتركوا في القناة